السلام عليكم أيها الإخوة الحضور الأعزاء ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الآية الخامسة والسبعين من سورة النساء إن الانتهاكات العظيمة التي حصلت على شعب البحرين منذ دخول الجيش السعودي المجرم إلى تراب أبال تراب أرض البحرين ودنسها بجنوده المجرمين بدأت الفجائع والجرائم البشعة تجاه شعب البحرين ومن أسوأ الجرائم ومن أسوأ الجرائم التي ارتكبها الجيش السعودي في البحرين هي مساندة النظام في انتهاك الأعراض ومس الشرف البحريني والاعتداء على النساء في السجون وفي الملارس وفي الوظائف والأعمال فقد كانوا يراحقون النساء ويعتدون على أعراضهم ويمصون بشرفهم تقرير بسيوني الذي جاء به الطاغية حمد في البحرين قد سجل ووثق ست حالات اقتصاب في البحرين هذا ما سجلوه في تقريرهم أما عدد النساء الذين تعرضنا للتحرش فلا عد ولا حصر لهم وآخر ما رشح إلينا من هذه التحرشات وهذه الاعتداءات على النساء ما حصل إلى الحرتين العفيفتين نفيس العصفور وريحان الموسوي حيث بعد اعتقالهم ونحن اليوم في ذكر اعتقالهم حيث بعد اعتقالهم أخذوهم إلى مركز الشرطة وقاموا بتعريتهم والتحرش بهم وإذلا لهم بهذا الإسلوب المنحط الحقير الذي لا يرتكبه إلا حقير مثل هؤلاء الأوغاد الذين جاءوا لنا من خارج البلاد ومثل الذين باعوا دينهم بدينار من المرتزقة على الخليفيين في السجن كان معي أحد الإخوة الذين نالهم من نصيب هذه الجريمة الشيء الكبير فأحد الإخوة الذين كانوا معي حينما يأتي الضباط إلى زنزانتنا يتم تهديدهم والسخرية بهم ومن ضمن أساليب السخرية كانوا ينادونه أين ابن تلك المرأة الجميلة الفاتنة أين زوج تلك المرأة الجميلة الفاتنة فهو يصمت حين يأتي الضابط وينادي بهذا فيردد ويبحث عنه فيناديها بإسمها ينادي هذه المرأة بإسمها وبعد ذلك يتبجح الضابط بأنه فعلنا في زوجتك كذا وفعلنا فيها كذا ولمسنا من موضعها كذا وكان فيها الأمر الفلان فاتنة كان يحاول أن يذله في زنزانته فبعد أن خرج الضابط اللعين ولا زال اسمه في ذهني حاضرا الضابط سلمان الشاووش الذي كان يداهم المنازل ويعتقل الشباب سألت الشاب قد له ما هي القصة فأخبرني بأنه حين اعتقاله ومداهمة منزله مباشرة داهموا غرفة النوم داهموا غرفة النوم وقد كان مع زوجته بلباس النوم فأخذوه وقيدوه وجره في غرفة أخرى وبدأوا يضربونه ودخلوا خمسة من الضباط إلى غرفة النوم وبدأوا يتحرشون بزوجته وبعد ذلك اقتالوه إلى جهاز الأمن الوطني وهو لا يعلم بحال زوجته التي بقيت وحيدة حيث الوقت الذي أخرجوه كانهم في البيت لم يخرجوا بعد وكان وكان الضابط عندما يزورنا في الزنزان في كل مرة كان يتحدث ويضع إصبعه على موضع الجرح ويهدده بأنه سيعاود الذهاب إلى زوجته التي كانت وحيدة في بيته هذا نوع من أنواع الجرائم البشعة التي ارتكبها النظام الخليفي وارتكبها الجيش السعودي في البحرين أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما بلغه أن امرأة تعرضت أن بعض المسلمين تعرضوا لامرأة لم تكن مسلمة تعرضوا لها حينما ذهبوا إليها وحاولوا أن يسحبوا قلائدها وحليها تكلم في خطبته قائلا لو أن امرأة مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به مدوما بل كان عندي جديرا نحن عشنا هذه الجرائم والنساء الذين تعرضنا إلى هذا الأمر لم يكن من غير المسلمين بل كانوا منا من المسلمين ومن أجبار أهل البيت ومن الموالين لعلي بن أبي طالب عليه السلام يمكن للإنسان أن ينسى الصياط التي قطعت جسده يمكن للإنسان أن ينسى سنين عمره الذي قضاها في السجن ولكن لا يمكن أن ينسى أن عرضه يمس ويدنس على يد هؤلاء الأوباش المجرمين يروى أن أبا حمز الثمالي عليه السلام دخل يوما من الأيام على إمامنا السجاد عليه السلام وقد كان يبكي فقال للإمام السجاد عليه السلام سيدي ما هذا البكاء والجزع يخطب الإمام السجاد ما هذا البكاء والجزع ألم يقتل أمك حمزة ألم يقتل ألم يقتل جدك علي عليه السلام بالسيف إن القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة فجزاه الله فجزاه الإمام السجاد عليه السلام خيرا قائلا جزاك الله خيرا يا أبا حمزة شكر الله سعيك يا أبا حمزة نعم كما ذكرت القتل لنا عادة القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة ولكن يا أبا حمزة هل سمعت أذناك أو رأت عيناك أن امرأة منها أسرت أو هتكت قبل يوم عاشورا الإمام السجاد عليه السلام ظل يبكي ويتلوع من ذلك المشهد الذي كان يراه في كربلاء وكان يراه طوال المسير من كربلاء إلى الشام حيث النساء تسبى نساء بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسبى من دار إلى دار حينما سقط الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء على الأرض كانوا يريدون أن يختبروا حياة الإمام الحسين عليه السلام هل أن الإمام عليه السلام لا زال على قيد الحياة أو لا؟ كانوا يرسلون الناس للإمام الحسين لا أحد يجرؤ للذهاب للإمام الحسين عليه السلام فأشار عليهم أحدهم قال أهجموا على خيامه فإن كان فيه رمق من حياة فإنه سينخض ويدافع عن نساءه فكانوا يريدون أن يختبروا حياة الإمام الحسين عليه السلام وذلك بالهجوم على نسائه وعلى عياله القوم أرادوا أن يختبروا غيرتنا أرادوا أن يختبروا كرامتنا أرادوا أن يختبروا حياة ضمائرنا فقاموا بانتهاك أعراضنا قاموا بالهجوم على دارنا قاموا باغتصاب نسائنا ولكن للأسف الكبير ما هي ردات فعلنا لحد اليوم لم تكن لنا ردة فعل واحد على هذه الجراء انتفاضة الأعراض هي امتحان لغيرتنا هي امتحان لضميرنا وحياة ضميرنا انتفاضة الأعراض هي امتحان لكرامتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته